بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثامن والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون نواصل معكم الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قد انتهى بنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى وكان الله عليما حكيما في آخر الآية بعد قوله وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أي أنه سبحانه وتعالى عليم بأفعالهم وكفرهم وإيمانهم لا يخفى عليه شيء من ذلك وحكيم جل وعلا يضع الأمور في مواضعها فيؤتي الهداية من يستحقها ويضع الضلالة والكفر في من يستحقهما والسبب هو من قبل العبد فمن رغب في الخير وأطاع الله ورسوله فإن الله جل وعلا يمنحه الهداية والتوفيق والجزاء الحسن ومن رغب عن قبول الحق وأصر واستكبر فإن الله جل وعلا يحرمه من الهداية ويتركه يهيم في الغواية ويدخله النار جزاء له على كسبه وعلى عمله وهذا في غاية الحكمة أنه يجازي المحسن بالإحسان ويجازي الكافر بما يليق به من العذاب والهوان ولا يظلم ربك أحدا ثم قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب الأول خاطب الناس وأمرهم باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيهم أهل الكتاب ثم خص أهل الكتاب بهذا النداء لأنهم يزعمون أنهم على حق وأنهم أتباع للرسل ومع هذا ارتكبوا كفريات كثيرة أعظمها كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم واستكبارهم وعنادهم عن اتباعه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله إليهم وهم يعلمون ذلك مما في أيديهم من التوراة والإنجيل ومما بشرت به الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وآخرهم عيسى عليه السلام قال ومبشراً برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فخصهم الله بهذا النداء لأنهم لأنهم حق الناس باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى اتباعه لما عندهم من العلم به ومعرفته ومع هذا تنكروا له وأبواً يدخلوا في دينه استكباراً وعناداً فلذلك ناداهم الله بهذا النداء يا أهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم الكتاب وهو التوراة والنصارى عندهم الكتاب وهو الإنجيل وهذا فيه نوع تبكيت لهم كيف يكون عندكم الكتاب وأنتم أهل الكتاب والكتاب الذي معكم يأمركم باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعرضون عنه وأنتم تعلمون فهم أشد كفراً من الأميين الذين ليس عندهم كتاب ولم يأتهم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكفر اليهود والنصارى أغلض لأنه عن علم ومعرفة وبعد قيام الحجة عليهم يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم لا تغلو الغلو هو الزيادة عن الحد في كل شيء والمراد به هنا الزيادة عن الحد في الدين أو في الشخص أو في العمل فالمطلوب من المسلم الاعتدال بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء لا تغلو في دينكم أي لا تزيدوا عن الحد المشروع في الدين بالرهبانية التي ما كتبها الله عليكم ولا تغلو كذلك في الأشخاص فتغلو كما غلت إسلافكم غلى اليهود في عزير وغلى النصارى في المسيح هذا غلو في الأشخاص والمطلوب الاعتدال في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يرفعون فوق درجتهم التي أعطاهم الله وفضلهم بها من مرتبة العبودية والرسالة فيرفعون إلى مرتبة الألوهية والربوبية هذا غلو في الأشخاص ولذلك قال ولا تقول على الله إلا الحق كما أن الله أنزل عليكم الحق وبيّنه لكم فلا تخرجوا عنه بالغلو والزيادة والتنطع فإن الغلو ليس من الدين كما أن التساهل والجفى ليس من الدين ودين الله هو البسط بين الغالي والجافي لا تقول على الله إلا الحق كما أنزل الله عليكم ذلك لا تتعدوا الحق الذي أنزله الله عليكم ثم قال جل وعلا إنما المسيح رسول الله وليس هو ابن لله أو هو ثالث ثلاثة كما تقولون إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله عيسى هذا اسمه والمسيح لقبه قيل إنه سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على ذلعاهة فيبرئه الله سبحانه وتعالى رسول إنما المسيح عيسى بن مريم نسب إلى أمه لأنه ليس له أب بل خلقه الله سبحانه وتعالى بأمره في قوله كن ونفخة الملك لما نفخ في مريم عليها السلام بأمر الله سبحانه وتعالى فهو وجد من غير أب ولذلك نسب إلى أمه مريم عيسى بن مريم ثم قال رسول الله وهذا سيأتي الكلام عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته